مؤتمر دولي للحماية القانونية والقضائية للاستثمار يسعى لتضليل كافة العقبات أمام مصار الاستثمار الأجنبي بالجزائر من خلال الكشف عن أكثر المواد القانونية عرقلة لسيررة العملية كذلك لازم يكون الدفتر الشروط يحمي طرفين في العقد وليس يكون ثقيل جداً هذا الدفتر الشروط لازم يخلق هذا المناخ الملائم للأعمال لكي نجلبوا مستثمرين يشتغلوا معنا في الجزائر هذا هو الهدف الحماية وجلب المستثمرين لكم شفتوا اليوم ملتقى دولي الهدف منه هو تبادل هذا الأراء الملتقى عرف مشاركة 21 دولة أجنبية وأجمع فيها العديد من المتدخلين على ضرورة تحيين بعض القوانين وخلق مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية بأريحية يجب توفير حماية للمستثمر الأجنبي وذلك حتى أنه يكون يعني يحس يشعر بالاطمئنان ويستطيع أن يباشر استثماره في الجزائر أن فيه سابقة مثل ما فهمنا من الكلمة أن فيه لجان مكونة لتغيير هذه القوانين لتطويعها لجذب الاستثمار العالمي إلى دولة الجزائر وهذه خطوة مباركة ونحن نشد أزرهم في ذلك بوادر الجمهورية الجديدة تظهر بأشكال مختلفة من خلال نظرة مغايرة للممارسة الاقتصادية ودعم الاستثمار الجاد والتصدي للفسد والمفسدين